رسمت الاستخبارات الامريكية صورة قاتمة عن التهديدات الارهابية حول العالم ووضعت تنظيم داعش ثم القاعدة على رأس القائمة وحذر رئيس الاستخبارات الجنرال كلابر من ان داعش تبثل الخطر الاكبر للولايات المتحدة وخاصة عبر متطرفي الداخل داعش ومعها فرعها الثمانية وما يتبعها اصبحت التهديد الارهابي الاكبر عالميا ما يقلق الاستخبارات الامريكية بحسب شهادة رؤسائها امام الكونغرس هو قدرة داعش على متابعة تجديد العناصر حول العالم وتثبيت سيطرة التنظيم على اكثر من منطقة مثل ليبيا وافغانستان بعد سوريا والعراق ويكبن التحدي الاكبر في مواجهة العمليات الفردية على اراضي الولايات المتحدة مثل ما حدث في سامبر ناردينو كان من الملاحظ ان رئيس الاستخبارات العسكرية شدد على ان دحر داعش سيتم على يد القوات المحلية السنية في العراق يجب ان نحصل على التزام من الحكومة العراقية وكل الاطراف لتشجيعهم على محاربة داعش لانها مسألة بقاء بالنسبة للعشائر اعتبرت الاستخبارات الامريكية ايران تهديدا دائما خصوصا تنظيم فيلق القدس وحزب الله اللبناني التابع لها ولم يتردد رؤساء اجهزة الاستخبارات في التأكيد ان ايران ستحاول استغلال رفع العقوبات عنها لتمويل برامج التسليح خصوصا الصواريخ العابرة وربما البرنامج النووي على المدى البعيد لا استبعد ان يستغلوا بعض المال لتطوير قدراتهم العسكرية كان من اللافت ان تقدير الاستخبارات بات يسمي تنظيمات مثل داعش والقاعدة تنظيمات سنية كما ان رؤساء الاستخبارات لم يؤكدوا ان الولايات المتحدة حصينة من هجمات ارهابية بما في ذلك الهجمات التكنولوجية في الرغانم العربية واشنطن